أعلنت روسيا أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في القتال حول منطقة دونباس الواقعة بشرق البلاد وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن كيف تكبدت أكثر من 300 مقاتل خلال ثلاثة أيام في معارك حول مدينة سيفياتو هيرسك وحدها بالإضافة إلى ذلك جرى تدمير 15 عربة مقاتلة و36 نظام أسلحة شكرا